قد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والتي جرى خلالها تدارس الوضع الماسوي في غزة وسبل مساندة ودعم الجهود والمساعد الدولية الرامية إلى حمل إسرائيل على الوقف الفوري وغير المشروط لعدوانيها العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بجميع أبعاده مع ضمان عدم تكراره وضرورة إلزام إسرائيل بتحمل المسؤولية القانونية عن كل الخسائر والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني الأعزل جراء عدوانها الغاشم وقد جدد مجلس الوزراء دنته للممارسات العنصرية لسلطات الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم ومقدساتهم داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم الإنسانية التي تشكل انتهاكاً وخرقاً لكافة المبادئ والقيم الإنسانية ولجميع المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 كما اطلع المجلس أيضاً على نتائج اللقاءات التي عقدها الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع كل من رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رامي حمد الله ووزير خارجية جمهورية تركيا الصديقة أحمد داودوغلو وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية والذي تم من خلالها مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية واستمع مجلس الوزراء كذلك إلى شرح قدمه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشان زيارة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والتي جرى خلالها مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال ضمان إيصار المساعدات الإنسانية والإغاثية إليه إلى جانب بحث مسيرة العمل العربي المشترك ونظرا لما شهدته البلاد في الأوينة الأخيرة من تفشي ظاهرة استخدام الأسلحة بما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار فيها وهو ما يستدعي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن المجتمع واستقراره والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين بما في ذلك التدخل التشريعي لتبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحضور حيازتها أو إحرازها فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد خالد الحمد الصباح على مجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الشأن يهدف إلى إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الإذن لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل خلال فترة زمنية يحددها لهم على أن يكون ذلك الإذن بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بطبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحضور حيازتها أو إحرازها وقرر المجلس تكليف اللجنة القانونية باستكمال مراجعة مشروع القانون وإعداده في صيغته النهائية تمهيداً لاعتماده ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بإشان مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بإشان التعاون في المجال التشريعي والقانوني بين حكومة دولة الكويت والمنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة أسبانيا بإشان التعاون في مجال البنية التحتية للنقل ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بإشان الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة وجوازات الشؤون العامة وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المرسيم المشاري إليها ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي